هاي كيف كون بتمنى تكونوا بخير ان شاء الله اليوم جاي بقراءة عاطفية الى برشد تلو رحكي فيها عن مشاعرك ناويك وإلى ما ستقول علاقتكما كذلك رحكي عن مشاعر الحبيب رح خصص فقرار الناس العزيب الناس اللي ما عندهم حدا بطريقهم رح نكشوف بالورق هل في عودة شخص من الماضي او هل في شخص جديد بحياتهم رح نشوف شرح يطلع لك بطاقة بدي نوهلة شغلة وكما يعودتكن على ان القراءة يعني ممكن تنطبق على البرج الشمسي والقمري والطالع وهناك في احتمالية ان تقول قراءة عكسية هيدا كل شي وما تنسوا تعملولي لايك وسبسكريب لقناتي وتحطولي لايك اي شي اي شي انا بكون سعيدة لما بتحطولي هيك وبتسندوني وتبعتولي مساجات حلوة رح يطلع علاقية برج التالو برج التالو ان شاء الله رح يكون خير ليش كل الطاقات طلعت عندي هالشهر كل شي مدمر كل شي مخاصم ما بعرف ما بحب هيك طاقات صراحة عم يطلع كذلك يا برج التالو نفس الشي انت حاليا تعرضت لصدمة وكتير هالصدمة ارهاقتك كانو انت بتحاول توقف على رجلك وبتحس حالك لازم تعمل توازن بحياتك يا برج التالو ما بحب هيك طاقات صراحة بحسك حالك يعني حزين للبعض منكن حزين على بتعاد الحبيب او بتعاد شخص مهم بحياتهم انا عم شوف في صدمة تعرضت لك كتير قوية غيرت لك تفكيرك وحتى طاقتك يا برج التالو عم حسك كانو عم تحاول تشافي حالك بحالك يا برج التالو عم الشريك ما عم شوفه حاليا في حالة توازن ممكن يكون الشريك برج الميزين هالشخص يعني عنده قدرة انه يوازن بين عقله وبين قلبه وعم شوفه هالشخص عم يحبك كتير في حب اوي من ناحيتك يعني عم يحبك الانسان كتير مش شوي يعني بس عنده القدرة انه ما ينجرف وراء المشاعر كتير عنده القدرة انه يحكم بين المشاعر يعني بين القلب والعقل ممكن عم يشتغل الانسان بمحكمة ممكن يكون قاضي محامة اي حدا بيشتغل بموضوع القوانين كذلك عم شوف يعني عم ينتظر يعني رسالة منك كذلك عم شوف الاوضاع مش مش حلوة انت والشريك عم شوفك اه حاليا عم تراقب الشريك عم تبحث له اه يعني ممكن بتراقب عمواقع التواصل الاجتماعي عم شوف طاقة المراقبة كتير من ناحيتك انت يابر جدله عم تتذكر هالانسان وعم تراقبه حاليا الممكن كأنه بيحط يعني بحط صور وهو مسافر هو مستمتع بلحظة جميلة وانت عم تراقبه وتشوف كل لحظة شو بيعمل فيها اوكي كذلك عم شوف الشريك كذلك عم يتذكرك هالانسان اه في طاقة التذكر وعم يشوف هالانسان اه بيحبك كتير انا عم شوف طاقة الحب كتير قوية لهالشخص بيحبك عم يتذكرك عم يتذكر اللحظات انت ومعه يعني انت ومعه كتير سعيد يعني كتير طاقة الميزان عطل تطلع ما بيرف ليش يعني تطلع يعني طاقة الميزان بس ازا ما كان ميزان ممكن يكون برج هوائي كذلك او يعني حدا عنده هيك طاقة شخص بتلاقي متوازن يعني يعني يفصل حياته العملية يعني حياته العاطفية عنده هالقدر يعني بشخصيته كذلك عم شوفك انت يعني ما بتحب فيه هالاشياء التي لا تحبوها فيه يعني ما بتحب فيه هاي هاي الصفة طبعا يعني حدا صلب مش صلب يعني راسه تخين يعني ليس بالشخصية المرينة شخصية هيك عنيدة جدا فيها نوع من العناد القوي اوكي انت ما عم تحب فيها شخصية وما عم تحب فيها هالصفات هالصفات عم ترهقك انت يا برج التالو بتحسه شخص بيعنود على ادفه الاسباب وهس يعني هالعناد ممكن هو سبب الابتعاد عن بعض كل واحد لحاله بس كل واحد عم يفكر في الاخر عم شوف حب من جهتين بس يعني في نوع من الصلابة والفكر العنيد اما انت عم تحب فيه اهتمامه لقلك شخصية جميلة وشخصية حساسة كذلك هالانسان يعني بتحب فيه انه مش بيقدار يبعد عنك برغم من حتى اوقات عم تبعدوا عن بعض وبتفترقوا عن بعض بس بتطلوا تذكروا بعض تتذكروا وترجعوا للعلاقة من جديد اوكي اما هو ما عم بيحب فيك كذلك حتى انت كثرة النقاش وكثرة الصراع انت وياه ما بيحب هالشخصية فيك بحسك انه لو تغير شوي من هالصفات يا برج التالو كانت العلاقة رح تكون احسن وفي التجاه احسن اوكي عم شوف كذلك انت بالضبط طالع يعني الكارت تبع الصدمة او كأنو انت حصل لك يا برج التالو صدمة بحييتك هالصدمة اثرت على العلاقة ما ما خلت يعني العلاقة تستمر او تروح لتجاه جيد اما الاشي اللي اجي بيحسك ان انت شخص هيك قوي بالرغم من كل التعب او المواقف الصعبة اللي اتعرضت لا يا برج التالو بتضل تكابر وتقاوم وتضل يعني تبحث عن النجاح شخص ما انو سهل يستسلم انت يا برج التالو ممكن عم يطلع لي كذلك ممكن الشريك يكون مبتعد عنك في ابتعاد جسدي او عاطفين عن بعض هدا بيطلع لك كذلك اما انت صراحة محسك مدمر جدا ممكن ما يكون حتى العلاقة اللي مدمرتكن في شيء او في سبب مخلي حتى الابتعاد سهل اوكي ممكن تعرضت لشيء بالعمال بعائلتك حتى يعني هذا الموضوع اثر على العلاقة وحتى اثر على حياتك انت يا برج التالو انا في كسرة قلب عم تطلع لي يعني انا هالفيديو عدو كذا مرة لانو ما حبيت هالقراءة او ما حبيت الصدمة اللي تعرضت لا يا برج التالو وعادتك يعني كذا مرة وعم تطلع لي هالكارت يعني فصدمة تعرضت لا يا برج التالو انهكتك وخلتك يعني تحس بقلم داخلي ممكن تكون العلاقة هي سبب ولانو هون في يعني طاقات كتير او رح يطلع لنا كتير ثاقات اوكي اما انا عم شوف انو اا في جرح بقلبك يا برج التالو اما هو عم يتزاكرك يزال يتزاكرك هالشخص عم يحبك حب كتير اوي برغم من البعد الجسدي بينك وبينه بس انا عم شوف في تمنيات انو يكون معاك هالشخص اوكي كذلك هل في رجعة في احتمالية انو انو تكون رجعة للناس اللي مبتعدين عن بعض وخاصة عم شوف في بعد جسدي كتير اوي بينك وبينه اا عم شوف في رجعة ان شاء الله رح حدا رح يكتب مسيج للبعد اوكي يعني في نية انتو مع بعض انتو مع بعض انتو والشريك عم شوفك داخليا يعني باللوعي طبعا كون بتكون ترجع لبعد بتكون تكملوا العلاقة بس في نوعه من العناد في نوعه من يعني صلابة رأس ما بتخليكن تكون شوي مارنين انتو والشريك عم شوف في عناد كتير اوي من ناحيتك ومن ناحيتو كذلك اما للناس العذاب الناس اللي تحكي يعني قبل اا اتطرق على العذاب بدي احكي يعني اوكي هيدا كل شي هيدا كل الطاقات ممكن حت يعني اما الطاقات انا عم شوف الابراج الهوائيه ابراج المائيه والترابيه والنريه كل الطاقات اللي عندي لانه هيدا قراءة عامية يعني كل الطاقات رح تطلع كذلك برش الاسد نسيتو اوكي هيدا للناس اللي عندن علاقة في انفصال بينهم بس الناس العذاب والذين ينتظرون شخص يعني قادم بحيتهم عن بيت لالي كرتك يا برج التالو في كرت برج التالو ااام اااا ممكن انت يا برج التالو عم تنتظر وبيخيلك وبيعاطفتك حتى بالبك يرجع شخص من الماضي عم تنتظر انه يرجعلك اوكي لانه عم شوف كأنه انت بتشوف انه العلاقة ماتت آآ ويعني كأنه في قطيعة كتير قوية وكتير طويلة وانت تتمنى رجوع على الشخص آآ وتتمنى تجدد العلاقة بينك وبينه آآ ويعني قلبك يعني كتير مليان من ناحية هالشخص يعني حامل آآ ضغينة وحامل اشياء سلبية آآ لهالشخص لانه تركك لأنا عم شوف في صدمة عددت له وعم تفكر بهالانسان كتير في يعني بتتذكره كتير يعني برجد له هدا للناس العزاب آآ يعني شفت هل في عودة ما عم شوف في عودة لهالشخص بس عم شوفك انت عم تتذكر هالانسان اذا عم تسأل هل في شخص قدوم شخص جديد ما عم شوف كذلك يا برجد تلو بهالشهر بس عم شوفك تتذكر انسان من الماضي او تتمنى قدوم شخص من الماضي آآ نصيحة لبر يعني نصيحة لبرجد تلو كان ما في دعوة لبرجد تلو لانه ما ينتظر هالشخص ما ينتظر ممكن لانه ما عم شوف في هدا الشريك اللي يعني تتمنى انه يرجع لك هو بعلاقة حاليا لهيك ما عم يفكر انه يرجع لك او يبعد لك ميسج اوكي هدا ما بيطلع لي يعني اللي بيطلع لي بطاقة شهر اكتوبر لشكل هالطاقة سلبية تمنيت لو حط يعني بس قراءة واحدة تطلع لحلوة ما عم شوف ما بحب رح ااخد لك نصيحة فكرة هون حلو بيقلك ارقص وانه في احتفال رح يعني رح يحصل بحياتك يعني ممكن تكون في لحظة رح يجيك شيء حلو رح ترقص لفرحتو وهون كمان بيقلك انت تعرف شو تعمل بس تقفي في احساسك ونظم او يعني حدد اولوياتك بالحيات وعمل عليها بالرغم من انه حتى لو تأخرت الاشياء رح تأتي ان شاء الله يعني بيدعوك الوراق على انه تبحث او تعمل تهتم بعملك تهتم بشغلك تهتم بكتير اشياء بالحيات تهتم حتى بالسعادة والفرح تطعطي طاقة حلوة للك لتجلوب لك كل الخير ان شاء الله اوكي وهون كذلك بيقلك انه انت عندك صيلة جميلة جدا مع الاطفال وانت تساعد الاطفال الكتير حساسين اوكي انت تساعدهم حتى لو كان بضحكي حتى لو كان بابتسامي انت عندك هيك علاقة جيدة جدا مع الاطفال وممكن العلاقة الجيدة مع الاطفال لانه انت انسان هيك انساني انا بحب في شخصية برجد له انه شخص بحب الانسانية وبحب الحرية وبحب العدل بالحيات بحبهم لهالاشخاص لانه امي برجد له بتفاقل بيكون كتير وبتمنى لكم كل الخير ان شاء الله وما تنسوا تعملولي لايك والسبسكوائب لقناتي والف يعني بتمنى لكم كل السعادة برجد له شكرا للكم اشتركوا في القناة